اليوم الجلسة كانت كتير منيحة موايك وبرأيي كمان كانت منيحة الحكي اللي حكيته كان كتير حلو وحكيك كمان ما بدك ترد؟ هاد موسى أنا بحاكيه بعدي موسى عم يتصل فيني كمان اكيد في شي هيا موسى شو صار صار شي مهم شو تمام شاين فورا شوفي لازم نروح على الشركة فورا نسرا يلا أسرا باعتزر منك مروان بيك بس ما فيني فوتك لجوه انت شو عم تقول؟ بعيد بعيد يا مروان بيك بعيد مروان بيك أنا كتير قاسف بس أنا عم نفذ بتعليمات المصدرين بعيد من وشي يا مروان بيك هذا أمر من رفيق بيك شو عم تقول انت؟ مروان بيك لو سمح تلاصل ببطريقش لك مروان يا قلبي إذا حابب بتشرح لك الموضوع بطريقتي حسب قرار المجلس الإداري فسحبنا منك مهمة المدير وبعدين مثل ما لك شايف ممنوع تدخل الشركة رفيق انت شو عم تخرف هلا؟ قل لي انت شو هاد اللي عم تقوله؟ انتو الاثنين ما عدقلكن أي شغل بهاي الشركة أبدا فهمتوا علي؟ خلاصنا حكيتا فيه مالو معنا انت مالك شغل بهاي الشركة شو اللي ما عم تفهمه يا ترى؟ نزل إيدك عني مروان بيك إذا بتريد لات صعب علينا شغل لو سمحت مروان إيه مروان لات صعب شغل العالم حساك بشعور انك تتقلم محلك؟ بفضلي كمان انت رح تتعلم الخسارة لازم حدا يعلمك درس بهالأيام انت اللي بدك تعلمني هاد الشي مروان مروان هلو شايف ان كنت صالحته لنشوف لأ انت رح يضل هالوضوع بل ما تخسره لانه بتوقع تخسره بسرعة لو سمحت تروه هو بس عم بيحاول يستفزك خلينا نمشي يلا لكو انا مع مين عم بحكي؟ انا عم بحكي مع اب ما قدر يكون قد مسئولية ابنه ويعتني فيه مروان مروان الله يخليك خلاص مروان مروان خلاص مروان انتبه على حالك لانه ما حد رح يقدر يخلصك من بين ايديه تركوني تروع تفضل معنا مروان تركه خلاص تركه لو سمحت اهدى شوي لو سمحت خلينا نروح من هون رح تدفع تمن عملتك هيا سيد مروان قوعك تنسى هاد الكلام تمام تعال امشي معي عم توجعك يدا تمحي اهدى شوي لو سمحت عم توجعك لا ما عم توجعني ما عم توجعني مروان خلاص الله يخليك سوء على مهلك شبهك بعدين نحن لو اين رايحين نحن رايحين على البيت اسراء على بيتنا رايحين ما راح تعيش دقيقة واحدة بالمكان اللي موجود فيها الزلمة هلأ هيكل قصة معقولة انت عم تفكر ايه هيكل قصة هاد اللي معلق براسك بس راح تضب اغراضك ونرجع على بيتنا تمام تمام ماشي موافقة برجع على بيتنا بس انت شو رأيك تهدى لو سمحت تعال مهلك شوي خلينا نععد ونحكي على الرواء لو سمحت وهلأ شو بدنا نساوي اكيد ما راح نقبل بهالوضع ما ما راح نقبل يا اسراء ما راح نقبل اكيد ما راح ترك الشركة لهذا رفيق هاد الغبي اصلا ما راح يقدر يعمل شي لحاله بس واضح انه خدعوا لحلمي بيك طيب لك خلينا نحكي مع حلمي بيك ونحكي له كل شي صار بالضبط انا متأكدة انه راح يسمع منه ايه منو اتصل ايه بس يمكن ما يسمعنا شو بدنا نساوي ما عنا خيار تاني غير انه نحاول ليكو ما عمي رد تمام كان لازم اسمع لموسى من البداية كان لازم اسمع موسى كان لازم روح وخبر بكل شي طيب منروح الشركة لكان منروح الشركة ومنخبر حلمي بيك وش لا وش بكل شي صار ولما ما خبره راح يسمعنا ولما بيسمعنا هو راح يفهم اكيد رفيق بيك مساك هاد الجيل بخفي في الورم وبيعقم لك الجرح ما عبدي لك ما خلي يدخل عالشركة وهو ضربه عن جه موسى بيك جاية ها شو صاير معوها ما خلى للمروان بيك يفوت عالشركة ومروان بيك شكله ضربه ايه كتير حلو يا ريت لو خلاهم بوكسين بدع الواحد يا ريت والله ما اقصر فيه ابدا مني حكي اللي صار اعلم ايه انا بالشركة ايه اذا هيك معناتا احنا ما ضللنا نشغل هون ايه يعني هيك الواضح وينان اللي بيخصونا والله ما عندي اي فكرة يا عمي شو هاد الرجال خيال انه اجي على الشركة جنه هجم عليه هاجم كل الموجودين هون وحتى رجال الامن شو هاد الرجال وحش يعني بدي افهم كيف صدقت هدول العالم وحتى فرضا لو انا صدقتهم كتير خيبوا املي كتير بس انت مات الى عمي هاي المرة رح يدفع تمن افعاله بس انا بعرف شو رح اعمل فيه شوفي انا لازم شوفه لحلمي بيك ضروري كتير لازم نلتقي اذا بتقليله مروان كورفالي اجا لو سمحتي تمام انا فهمانة عليك مروان بيك بس هاي التعليمات نهائية ما في نفوتك اساسا حلمي بيك ما نهون عم يتابع شغله من برا المدينة طيب عطينا عنوانه هونيك ونحنا منروح لعنده ومنحكي معه شخصية للأسف ما بقدر تمام فهمت على اقل فيك توصلين له الرسالة هو كتير عم يرتكب خطأ كبير وبالاخص انه ما عم يسمعنا تمام رح خبره اهلا وسهلا فيكم شكرا لعيك اقول يا موسى اخي شو عملتو انا وقيدكو هلقا طلعنا وعم نقول لحالنا اذا ما نشوفك تمام منلتقى ما في بلش بالبيتزا ومدري شو وبعدين ختمها بانو يطلع قزر حلو كتير تمام فهمت عليك يا بيك فهمت بس انتو عم ترتكبوا خطأ كبير كتير خلي عندك خبر انا رح استخدم حقوقي بالاعتراض وما رح اترك شركتي بها السهولة مع السلامة شو قالوا لك مروان مجلس الادارة سلموا كل شي لها الواطف يا اوكي يا رجال ليش هو عنده حق بهذا الشي ايه اكيد عنده لانه هو صاحب اسهم حلمي بيك فعنده حق اكيد يعني بيقدر ياخد هيق قرار ايه تماما بيقدر يعمله المهم تمام ما تزعلوا تقلبوا خلقتكن هيك باي شكل رح لاقي طريقة ومتأكد انه حلمي بيك رح يسمعني يعني اكيد ما رح اترك شركتي اللي تعبت فيها لرفي رح شوف مين علبا انا كيف ما انتبهت انه رفيق سيء لهالدرجة يعني كيف كان بيبيم معيك من الواضح انه هو بميتوش اسراء لا تقلقي تعاملت مع اسوأ منه معقولة ما اقدر عليه رح انهلا شي رح انحلنا اكيد اخي شو صاير خير شوفي انت مروان كورفالي اي انا تفضل معنا على المغفر لانه في شك وبي حقك استاذ ليش بقى مين مشتكي عليه من شخص اسمه رفيق اه انت بتقدر تيجي حضرتك لعمها الرجال قديش طلع واطي قدري لاقي مشاهد من عرزين وقدمهم كدليل للشرطة فعلا انه طلعه واحد خبيث كتير المهم انت اهدي اهدي هلا معناتها كان هو عمي تكتك من البداية لا اخي ما لي ادراني اهدى انا بدي يروح ما بصير تعملي هيك لازم تهدي ما بصير اخي انت اللاك مو ادراني اهدى انا بدي يروح لعند هداك الزلمة وخلي يصحب الشكوى بصرعه يا اخي ما بصير تعملي هيك طولة بايك يا الله راحك عن جد راحك هي البنت عندها مزاج سيء كتير وفورا بتعصب وبتجن مو معقول عليك الحال خليني احكي للاورتي شو اللي صار ايه يا ايكو ايه حبيبتي اذا اتصلت فيني عالشركة ممكن ما تلاقيني لانو عم تصير احداث عجيبة كتير هون فحبيت خبرك وينك انت؟ شو يالي صاري؟ انا بالمخفر هلأ مخفر شو انت منيح؟ انت فورا متقلقي على جوازك حبيبك؟ ما تقلقي انا ما فيني شي ومنيح كتير كمان طمني بالي اسراء خانوم لازم بالاول نتصل برا فيه بيك ما في دا عدنوب اسراء؟ اهلا وسهلا تفضل يا ادي الحقيقة ما تخيلت تجي بهالسرعة بس خليني يتوقع لاش اجيدي فهمتي انه انت بالطرف الغلط رح تسحب الشكوى تبعك ورح تحمل حالك وتنقلع من هاي الشركة والله انا ماني ناوي اعمل هيك بنوم هذا الرجال هاجمني مرتين صدقيني انه عنده مشاكل نفسية وبرأيي انت لازم تبعدي عنه فورا والله مشكلته الاساسية هي انت انت كذبت علي رفيق وما كفاك هالشي رحت وكذبت على حلمي بيك انت مفكر انه كذبك ما رح ينكشف في النهاية؟ بدك تسحب شكوتك صراحة كرمالك تفكر بهالشي مثلا اذا انا وياكي طلعنا تعشينا سوا وحكينا بهاي القصص ونحنا عم نتعشها ملا جاد نتعشها سوا ايه تماما اسراء مرحبا مروان انت شو عم تعملي هوم؟ بصراحة يعني هيك صارت معي اخناقة صغيرة مو محرزة ايه شكرا كتير سلم اداكن شو اللي شو اللي صاير معاك خناقت شو؟ اشتقتلك مروان ما بدي نضل بعض عن بعض فاشتقتلك وقلت بيجي ومنو عد منتسلى انا وياك من زماما قطينا اه وقت هيك انا وياك سوا على فكرة كتير دفة هون ما بتتخيل شو برد برا كتير برد على فكرة ما بعرف ليش عم يصير هالبرد كله مع انه قربت تخلص الشتوية اسراء قولي لي لا شوف قولي قولي شو عملتي وشو مخبي عني قولي لي لا شوف يلا ما فيك تقول اني مخبي عليك فيك تقول انه انا مأجلى الموضوع لحتى تخف عصبيتك يا اسراء شو عملتي ليش لحتى تعصي بقى انا قولي يلا قولي لا تخفي يلا اسراء اسراء لا اسراء مستحيل تكوني عملتي هيك شي لا لا ما عملتي يا لا لا ما عملتي ما قاعد تقليلي انك رحتى عالشركة قاعدك معناتها مرحلة اني رحت عالشركة تمام شو عملتي بالشركة؟ ام يعني فيك تقول اني كسرت تراسه لرفيق بس شوي بس كسرتي راس رفي لا ما عم صدق لا ما عم صدق رحتي برجلاكي لعند هاد الرجال الواطع الشركة لك هبلها اه اكيد رحت مروان اكيد رحت رحت ميشان اللي يسحب الشكوى ويترك الشركة وينيلع منها اهه وشو قال هو بعدين ببابلك شو قال هو مال المكان المناسب ولا الوقت المناسب لنحكي بالقصص هاي شو قال هو يا اسراء احكيلي قال لي انه نطلع متعشة سوا ومنحكي بالقصة وانا عصبت وطلعت حوالي لقيت في قلم اخدتوا بالنش تضربوا على راسو تضربوا على راسو هيك وبعدين الامن اخدوني غصبا عني وما لقيت حالي غير صرت هون قال لك منحكي بهذا الشي بس منتعشة حلو لو سمح يا حضرة المامور حضرة المامور ممكن تطلعوني من هون انت بس طلعني من هون وانا اساسا رح ارجع لحالي عندي شغلة صغيرة وبسيطة بس طلعوني طلعوني من هون على فكرة مروان احنا ما فينا نحل شي هيك انتي سكتي ايه سكتي انتي ما رح تفتحي دمك بحرف واحد سكتي انتي بعد اللي عملتي ما تفتحي دمك بولا حرف خلص بقى ما تحكي يا حضرة المامور ممكن تطلعني من هون لو سمحت ما احد عم يرد والله ما رح يردوا عليك لك وانو المحامي ليش دهلق ما اجاه لك يا ايكو حكيت معه ليكو جاي كأنو انت عم تعاني من مشاكل عصبية بعد ما تجوزت ولا شو اسطوت ولا حرف ايه بيكفي خلص بقى ايه بيكفي اليه ايه بدي ايه بدي ايش تك عليها باهم لا دعم لي حالك مظلومة يا جماعة انا فهمت كل شي بس مو كان حدا يقول لي شو عم يعمل هادا هوم مع الوردات يا ابني هذا المغازل خاص طبع سمرود وكان رح يعمل مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة؟ هي منحسن حظنا انه ايجيت رفيف باخر لحظة مشكلة شو شام الله لحظة عرضي للشاتو قائم لحد ستوت يا زلمين بخوش عيد شو صاير بابني وانت لساتك عم تنسى خفوت اشعر كمان لو سمحتي احضرة المأمور بترجعك طلعوا الابني بسبب الهيء مراهية وبنت الخبيثة يا سيدي انا فاتع الحبس ما بيزيل هايك ابني مرهي بني شانتنا مثل اللي قاعد بالخلاط وابنت بالحبس وإليك كنتي با والله بتمستكت با والله بتمستكت انا برأيي نكفي جلسة العلاج النفسي شو رأيك انت؟ ورأيي نفس الشي يعني مظبوط انين ما رح يتوقعوا معجزة منا بجلستان ثلاثة باس ما؟ وبعدين العنف مو معقول شو سيء عرجت سيء بشكل مو معقول ابنور يعني بالعنف؟ تماما بالضبط انا قلت هالشي قبل وانت شفتي قلت قدامك بالجلسة هاد الشي صح؟ قلت يا مروان ما فيك بقى تتحرك بتسرع وراح تفكر شوي قبل رح تفكر ايه؟ بس عقلي بيجين فجأة ايه وانا انا هيك قلت هيك قلت اسرع ما رح تاخدي قرارات قبل ما تستشيري فيا مروان ابدا لانك انتي بتحبي كتير واكيد رح تتغيري وبعدين ما رح تحلي كل شي لحالك لانه الانسان بيصير اضعف لما بيكون لحاله ايد واحدة ما بتزفق لحاله بس لما اجيت عالتنفيذ لقيت حالي ما ساويت ولا شي من اللي فكرت فيه شو قلت انتي؟ اه قلت اني رح احاول ما حل كل شي لحالي لا لا قبل هاد الشي شو قلت اه قللي انه ديصير ارجع لمروان بكل القرارات اللي باخر لا بعد ما قلت عن القرارات بعد هالشي وبعد القرارات اه قلت يا اسرع واك تفي ادعالك مرة ثاني لانه ما فيك يتفي ادعالك يا اسرع قلت انه انا بحبه كتير لمروان اتتب Galileo قليل يا اسرع انا انا ما قدرت السكري ما راح تسكري ما بدرتubsدثيل قليلا معاى التعكي هوني هذه صعل اقرب ما انه ESTWO لماذا لا اعرفوا لا شخيحوني موهو واكرم كمان ماكوهن تباولك نظر الخيل اهلو لا تطبيل ماكوهن تباولين بالبيت انتي ما دقلقيا يا حبيبتي يا روح قلبي موسى اهلين زينو اهلين حبيبي خير شو صاير يا الله زينو ما تسأليني لا عم بسألك شو صاير كمان هلا أصدق شو اللي مو صاير يا ابني الغالي يا روحي والله العظيم أنا ما قالي زنب بأي شي كل شي بلاش بسبب هاي المرة الغبية والمشؤومة مروان مروان أنت بتعرف شو عملت فيني أمك والله ضربتني قدام طاولت حضرة المأمور أمك هاي الشريرة أنا ما تخلني مع مزل لشي والله ما ضربتها بس نعارتها نعار ضرب شو هاد ضرب شو هاد يا حكولي اي مزبوط هي شوي يعني جنة الخانم وعصبت انت مين مين هاي أنا ما بعرفه أبدا أنا اسمي رفقي الدين المغازل الخاص طبع أمك بس أنا كتير جدي يا ابني أمي يقولي شي لها الزلمة عميقول مغازل خاص فيك شو عميقولها الرجال أمي شو عميخبص فيك يا يا مروان بترشاك لا تضغط عليك كتير لأنه عنده مرض ضغط وممكن يموت أنا قزيني يا محاسي يا مروان طلع فيني لا تخاف من شي ما في مغازل ولا شي بس أمك طب سب رجاله عشقانته كمان لك زمره كورفالي عشقانه شو؟ ما بدا تقول انه هي بتحبه جابت هاد الرجال وسمي له يا عميخبص لا قدني لا لا ما لي عشقانه ولا شي سدني أساسا لا تنسى أنا زمره كورفالي مستحيل مستحيل تعشق حدا وإذا صاروا عشق تعشق تعشق حاله بس لا كنتوا عم تحاولوا جننوني؟ أه؟ ما عندك مغازل وعشقانه شو عم تحكوا عشق شو انتي بهالعمر يا أمي عشق شو هات؟ شو أصدك بعشق بعد هالعمر؟ انتوا الرجال بحقلكم بأي عمر تعشق وتتمعشقوا بس النسوان ما بيقدروا نحنا النسوان كمان حقنا نحبوا نعشق مرة تاني بأي عمر يا أسراء أنا ما عم أحكي هيك أنا عم أحكي عن أمي مو عن هارش لا أنت عم تحكي عن هالشي أمك كمان مرة وعشقت المخلوعة شوفي يا عشقانة عن زاد يعني؟ لا معقول كون هيك يعني سألني أنا مالعشانة ولا بطيخ بس سأل أنا على شي واحد نحنا صرنا فأرة نحنا صرنا فأرة شي ابني؟ لا يا أمي الغالي ما صرنا فأرة ايه تمام خلط ما تدعي تحكي للباقي ممتاز يا زبرد خانم أساسا أنت بتعارفي وضعي أنه ميحك دي شوف يا عمي يا عمي شو عم تحكي والله عمي يخبص ويحكي من عنده للساته عم يحكي تول بعلك تمي مجمعات التحقي يا جماعة لو سمحتوا لو سمحتوا إذا بتريدوا يعني ما بصير كون أنا الشخص الوحيد اللي يحكي بمنطق هون هذا الدور ما نقولي أنا شوفوا نحنا هلأ بين الأطبان ونحنا بالحبس لو سمحتوا أدروا الوضع اللي نحنا فيه يعني والله كراسين يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإختارات لتكون أول من يشاهدها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة